بدنا أن نكمل الفقرة دون خبر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودون تسجيل المغرد السعودي منذر آل الشيخ حضوره في البرنامج لكن الحظ أسعفنا بقصة مشتركة حيث صدم آل الشيخ الجمهور بتغريدة قال فيها بعد آية صوفيا تم منح أول رخصة إنتاج أفلام إباحية في تركيا منذ أن اعتلى أردوغان سدة الحكم هناك تحصل الشواذ والداعرات ومن يشغلهم على مكاسب لم يتحصلوا عليها قبله وهذا ما يفسر حب الشواذ وكل قبيح وداعر لأردوغان ويفسر بغضى كل شريف له بحسب المنشور آل الشيخ لم يخترع القصة كما يبدو لأول وهلة حيث أنه نشر التغريدة مرفقة برابط للخبر ولم يتأخر الكاتب والصحفي السعودي أيضا فهد ديباجي في الإدلاء بدلوه وانضم إلى المروجين للقصة فقال منح تركيا أول رخصة لإنتاج أفلام إباحية أين حريم السلطان من هذا الخبر المشين أم أنهم سيشاركون في إنتاج الأفلام القصة حظيت بتفاعل ضخم وهاجت وماجت اللجان الكترونية السعودية الموالية لولي العهد محمد بن سلمان على إثرها تتبعنا أصل القصة واكتشفنا أمرا طريفا يدل على أن منذر آل الشيخ أصبح من كبار المعلمين المتمكنين في الفابركات وانضم إلى الصف الأول مع رجل الأعمال المصري الهارب أشرف السعد أل الشيخ هو من أطلق الإشاعة في السابع من شهر يونيو الماضي عبر هذه التغريدة يقول فيها في خطوة هامة نحو تطهر تركيا تم منح أول رخصة لشركة تركيا لإنتاج الأفلام الإباحية وجدير بالذكر أن الدائرات وشركات الجنس حصلوا في عهد أردوغان على مميزات لم يكن يحلم بها في العهود السابقة وهو ما يمثل دعم غير مسبوق من الأخوان لصناعة الجنس والخمور والمثلية كل التوفيق لأنصارهم موقع لايف الإخباري الرصين أيضا نشر الخبر نقلا عن آل الشيخ في نفس اليوم كما نرى هنا كما نقلت أيضا صحيفة صدى الكترونية الصياغة نفسها عن موقع لايف لتكتمل بذلك دورة التضليل بانتظار تغريدة جديدة لآل الشيخ أو بالأحرى فبركة جديدة